أبو يونس مزارع قضى سنوات عمره في زراعة هذه الأرض والعيش من خيراتها لكنه لم يعد قادرا حاليا على تصريف منتجاته مثل السابق بعد توقف حركة التصدير وإغلاق الطرقات واكتظاظ الأسواق المحلية بما يفيد عن حاجتها الزراعة في نظر أبو يونس وكثيرين غيره لم تعد مصدرا لرزق وفير ما في عنا حل إلا أننا المزارعين حلنا التخزين فقط لا غير يعني التخزين بس أو بالأخير من هذا نشيله ونكبه بالأخير إضافة إلى أزمة المزارعين يضطر تجار مناطق المعارضة السورية لاستيراد البضائع من تركيا دون تمكنهم من التصدير إليها أو عبرها أمر إنعكس سلبا على ارتفاع الأسعار وتسبب في زيادة معاناة مئات آلاف المدنيين شمال غربي سوريا نحن شحن البضائع من الشام على لبنان على تركيا لحتى وصلتنا إلى هنا فهذا الحكي كان كثير مضر إلينا كتجار وله المستهلك اللي هو حيدفع تمن التأخير وحيدفع تمن تكلفة الشحن الزيدي لم تكتفي الحرب بتقسيم المناطق السورية عسكريا وسياسيا بل ألقت بظلالها على التبادل الاقتصادي بين مناطق النظام والمعارضة حتى بات التعامل بينهما كدولتين منفصلتين قاريا ما في لعنا حركة ولا شيء كلها مستورة دي عب سيدي وكلها غالي هلأ في عندنا فرق نحن بالألبسة الألبسة مثلا مناطق النظام بنيكي جودة أحسن وأسعار أرخص بكثير عندنا الألبسة التركية ما في جودي وأسعار غالي كثير طبعا هذا الانقسام طولته بتأثر كثير على الناس إذا طول كثير هذا الانقسام أكيد رح نصير نحكى بدول دولة إذا ظلت موحدة رح تكون فيدرالي أو أقرب للمقاليم حكم ذاتي لأن رح يكون في انفصال ما هو بس استخدار الاقتصادي رح يصير اجتماعي في خطوة تهدف للتخفيف من خسائر الفلاحين أصدر معبر باب الهوى الحدودي قرارا بمنع استراد بعض المنتجات الزراعية من تركيا خطوة يراها المزارعون متأخرة وغير مجدية يشتكي مزارع شمال غربي سوريا من غياب أسواق لتصريف منتجاتهم فالمعابر التجارية مع النظام السوري مغلقة والتبادل التجاري مع تركيا من جانب واحد فقط استيراد دون تصدير عوامل أسهمت بتكبد مئات المزارعين خسائر كبيرة للعام الثالث على التوالي يمان السيد الحرة الشمال السوري الشمال السوري